أهواي سمعنا بالمترو والقطار المعلق في بغداد تحديدا هذا الحشي من الوثمانينات وكل اللي سمعوا بيه سابقا اعتبروا من الخيال وبعد 2003 صار لزاما تنفيذ هذا المشروع وبكل موازنة إلى الحصة الكاملة من الإهمال البغداديين اللي دائما يقولون عيشوا وشوف ويعترى هل راح يعيشون ويشوفون من صدق المترو ويتعرفون على مقاعده ومساراته لو بس راح يعيشون اللي يبدو هالمرة الحكومة حيل جادة بتنفيذ المشروع اللي راح يحول شكل العاصمة وكذلك راح يكون جزء مهم بحل قضية الازحامات المرورية بس يعترى هل راح يتنفذ على أرض الواقع لو راح يروح مثل اللي راحا وهل راح يكون مترو لو قطار معلق مثل ما يقولون كوش وكت من الممكن أن ينطلق المشروع ومن الشركة المنفذة وش راح يختلف عن تصاميم المترو البغدادي اللي بالثمانينات تحديدا هاي التفاصيل أكثر راح نقشح اليوم بحلقة خاصة اشتركوا في القناة